ماذا قلنا في سبعتاشر سبعة الفين اتنين وعشرين ونقول ونعيد مرة اخرى ما قلناه ربما بشكل تفصيلي هناك فرق يجب ان نعرف ان هناك فرق كبير ما بين المعركة والحرب ما يدور الان في اوكرانيا هو معركة او حرب محدودة بكل المعايير لكن هذه المعارك والحرب المحدودة ترتبط عضويا بحرب كبرى اعتقد انها حرب عالمية وان لم تستخدم فيها حتى الان ونحط خطين ثلاثة حتى الان الاسلحة الفوق تقليدية العالية التدمير التي تبدأ بالحرب النووية التكتيكية وتصل في زروتها الى ما يسمى باسلحة يوم القيامة اي الحرب العالمية الشاملة يبقى اول نقطة لازم نركز عليها ولم يذكرها الاعلام والفضائيات ان ما يحدث الان هو معركة عسكرية تستخدم فيها صنوف الاسلحة العسكرية في اوكرانيا وتحديدا في شرق اوكرانيا وهذا مرتبط بحرب عالمية تستخدم فيها كل الاساليب والوسائل غير العسكرية حتى الان ولكن بعضها اخطر حتى من استخدام الاسلحة طيب قبل ما نقول بشكل تفصيلي ايه الموضوع خلونا الاول نحط هذه الحرب التي نتحدث عنها في اطارها الاستراتيجي ايه هي هذه الحرب هل الحرب كما تدعي الولايات المتحدة وحلف الناتو انها دفاعا عن الديمقراطية ضد الانظمة الشامل الشمولية والديكتاتورية التي تمثلها روسيا الاتحادية الان ولا في خلفيات اخرى احنا طرحنا في 17 سبع الماضي وهنوعيد ما قلناه الان لانه هو من وجهة نظرنا الامر الصحيح هذه الحرب تدار على في اطار مسألتين في غاية الاهمية المسألة الاولى ما يسمى بصراع الحضارات وارجو ان تنتبهوا معنا لهذه المسألة هناك نظرية هناك كتاب من اهم الكتب التي صدرت في العالم في الثلاثين سنة الاخيرة اسمه صراع الحضارات واعادة انشاء النظام العالمي الجديد للمفكر الامريكي صامويل هنتينجتون والكتاب نظرا لاهميته القصوى ترجم الى عشرات اللغات لكن اهمية هذا الكتاب زي كل الاحداث التاريخية التحولات اللي بتجري في العالم التي جرت في العالم كان يسبقها الصورات الكبرى الحروب الكبرى كان يسبقها افكار هذه الافكار اعتنقتها صفوة مجموعة من المتنفذين في الدول وبدأوا يطبقوها صراع الحضارات يقول انه الصراع القائم في العالم والذي سيبقى قائما هو بين حضارات مختلفة وان الحضارة الاوروبية الغربية الامريكية هي التي يجب ان تسود وان الصراع منذ قديم الازى القائم ويجب ان يسود حتى تنتصر الحضارة الغربية على حضارات مختلفة منها الحضارة الروسية منها الحضارة الاسلامية منها الحضارة الصينية والهندية الى اخره وانا قاعد حضاراتكم نظرا لاهمية هذا الكتاب ان نخصص حلقة كاملة لقراءة تحليلية في هذا الكتاب اغلب حضاراتكم عندكم نت افتحوا النت ودخلوا وكتبوا كتاب صراع الحضارات ساموين هنتينجتون هتلاقوا الكتاب مترجم الى اللغة العربية وهو كتاب شيء وهام للغاية كما قلت لكم يقف بقوة وراء هذه الحرب النخب في الولايات المتحدة تحديدا تعتنق افكار ساموين هنتينجتون وتطبقها وجزء هام من الصراع الذي نشهده في اوكرانيا هو في حقيقته على خلفية صراع الحضارات ومرة اخرى اعد حضاراتكم بانني اخصص حلقة كاملة من هذا البرنامج لقراءة تحليلية في هذا الكتاب الهام والخطير طيب هو بس الحكاية صراع حضارات لا ربما بنفس الاهمية يجب ان نعرف ان الحرب التي تجري في اوكرانيا والتي لا يتحدث هذا الجانب لا يتتحدث عنه الفضائيات ابدا تركز على امور هوليودية الحرب والدبابات والقصف والمسائل الانسانية الى اخرى وتخفي في الظل هذه الحقيقة الخطيرة طب في ايه تاني في تاني انه هذا الصراع وهذه الحرب تجري على خلفية الصراع حول من يحكم العالم وقلنا في الحلقة التي اشرت اليها في 17-7-2022 واعيد واكرر العالم بعد الحرب العالمية الثانية في عام 45 انقسم الى كتلتين كتلة غربية تقودها الولايات المتحدة الامريكية وكتلة شرقية يقودها الاتحاد السوفيتي ايامها وبقي هناك توازن وحرب باردة بين الطرفين الى عام 1990 حيث انهار الاتحاد السوفيتي كما اشرت لما انهار الاتحاد السوفيتي في 1990 اتفكت كمان الاتحاد السوفيتي انفرضت الولايات المتحدة وحدها بقيادة العالم ما بقاش فيه توازن بقت الولايات المتحدة وحدها هي التي تقود العالم بتقوده ايه؟ بتقوده عسكرية بتقوده اقتصاديا بتقوده سياسيا وبتقوده ثقافيا عملت لنا العولمة هقول كمان ملاحظة بعد شوية وبتقوده قيميا لوحدها هي اللي مهيمنة على العالم كله والدولار الاخضر هو الذي يحكم كل اقتصاديات العالم واحنا هنا في مصر ربما من اكثر الناس اللي بيعرفوا قيمة ان الولايات المتحدة اللي وحدها تقود العالم عبر فرد البترو دولار او الدولار الامريكي طيب الان بعد ما انفرضت الولايات المتحدة من سنة 1990 ظهرت قوة جديدة ومهمة كلكم بتعرفوها الصين روسيا الاتحادية والاتحاد الاوروبي الهند البرازيل عدة دول هي الاخرى اقتصادها بقى قوي وتنازع الولايات المتحدة وتقول ليه انت الوحدك قاعد على قيادة العالم وتطالب بقى ان يتحول العالم الى عالم متعدد الاقطاب وليس احادي القطبية الولايات المتحدة الامريكية لا تتنازل اطلاقا عن مكانتها حتى لو ولعت الدنيا كلها عايزة تحافظ على مكانتها كقائد للعالم والحرب التي جرت في اوكرانيا جزء منها كما اشرت جزء يتعلق بصراع الحضرات والجزء الثاني هو على من يحكم العالم هل ستقبل الولايات المتحدة ان يجورها يكون معاها اقطاب اخرى ولا هي عايزة تفرض نفسها لوحدها قائدة لهذا العالم هذا هو الاطار الاستراتيجي الذي تجري فيه الحرب والذي لا يتحدث لا تتحدث عنه الفضائيات وكما قلت بتركز على مسائل مهمة جدا بس دي الاهم ما نشير اليه هو الاهم اشتركوا في القناة